ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه سديكة كان يأكل عن الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر الناجف كون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي السلام مشاهدين الصحمن ومالنايمين اهلا بكم النهاردة حلقة جديدة وجديدة من سلسلة مدخل الى دراسة العقيدة المسيحية اظن انها تكون الاخيرة الله اعلم هنخلص فيها الكتاب النهاردة ولا لا ولكن قبل ما ندخل للحلقة وتفاصيلها ما تنساش لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس دقاتك منها كل جديد وما تنساش تدعمنا بلايك أو دسلاك مفيش مشكلة واهم حاجة سيب لنا تعليق ولو تقدر تدعم وترعم محتوي القناة على بيتريون رابط اسفل الفيديو وكون شكر ليك نبدأ على بركة الله احنا توقفنا في المرة الماضية عند علم اللاهوت الروحي او النسكي او الصوفي او التصوف عمتا عندهم قال هذا العلم يحاول فهم عمل نعمة الله في حياة المؤمن المسيحي وهو يبحث فيه الف هدف الحياة المسيحية على انها اتحاد محبة بين المؤمن والله بمراحل الكمال المسيحي جيم اساليب الصلاة والتأمل والمشاهدة الروحية دال الصعوبات والمخاطر التي واجهها المؤمن في طريقه الى القداسة هي تطبيق الشعائر الروحي على ما يطلب للعيش يوميا عيشة مسيحية واو اساليب التمييز او التمييز بين الدوافع الدينية الصادرة على الروح الله وتلك التي مصدرها روح الشر او المسببات الانانية في الاشخاص هو العامة بيحاولوا قدر الامكان يشبعوا الديانة بتاعتهم روحانيا وللأسف الشديد المسيحية ما فيش فيها روحانية قد ما هم بيرتكبوا مغلطة التمييز العواطف فيمرروا اي حاجة بقى فيما بعد لا يعرفوا حاجة اسمها الروح القدس ولا الروح القدس بيعمل جواهم ولا الكلام ده كله يعني مثلا لو سألت اي حد فيهم اي سؤال وهو ما بيعرفش حتى لو هبد عملا بالقول القائل لستم انتم المتكلمين بروح ابوكم والسماو والساكن فيكم هتلاقي الجواب في وادي والسؤال في وادي التاني خالص يعني مالوش اي علاقة فهم بيحولوا قدر الامكان يشبعوا نفسهم روحانيا لان ديانتهم ديانة لا عقلانية اصلا قال وقد طبع الكتاب الروحيون الكبار التقليد المسيحي بطابعهم وخلفوا فيه اثر رؤاهم الخاصة واساليبهم الخاصة وتحلق حول المعلمين الروحيين الكبار تلميذ عاشوا بحسب تعاليم اساتذاتهم ثم نقلوا تراثهم الى الاجيال اللاحقة وعليه يقول المسيحون بان لديهم روحانيات او تقليد روحية مختلفة فعلى سبيل المثال هناك عند الكاثوليك روحية القديس المبارك وروحانية القديس فرانسيس الاسيزي والقديس عبدالاحد والقديس اغناطيوس لما تيجي تقرأ في سير الاباء عند الناس دي انت اصلا بتزهل مما تجد في الناس دي الناس دي عندهم الشيء الخطأ صحق صواب والصواب خطأ يعني احنا كنا لسه مبارح بنقرأ في بستان الرهبان والمفترض بستان الرهبان بستان يعني الازهار والحاجات المنيرة والمشرقة عندهم تجد ان واحد قديس عندهم اللي هو اظن القديس الانبابيمن بيقول للرهبة الحبيسة يقول لها نزلي وقلعي هدومك عندها حاجة وعشرين سنة نزلي وقلعي هدومك ونقلع هدومي ونجري وراء بعض لحد السوق ونرجع وشايف ان ده كده حاجة كويسة مش حاجة وحشة ولا حاجة فيعني الناس دي الكوز بتاعها مقلوب فلما ديجي تقرأ في سير الاباء بتاعتهم دي تجد فيها يعني اشياء ما انزل الله بها من السلطان وهما شايفين الدنيا مقلوبة يعني تحس ان الخطأ عندهم صواب والصواب خطأ يعني العلم السابع العلم اللاهوتي الادبي او الاخلاقي يكتهد هذا العلم في ادراك ما يرتبط بالتعاليم المسيحية من موجبات خلقية وهو يدرس ما يعلمه الكتاب المقدس على الصعيد الاخلاقي ويحاول توضيح المبادئ التي يرتكز عليها هذا التعليم بحيث يستطيع المسيحي ان يطبقها على سائر مظاهر حياته الشخصية والاجتماعية وعليه فعلم اللاهوتي الادبي يهتم بتحديد المبادئ التي يجب ان يستند اليها المسيحي في احكامه الخلقية ياريت والله لو المسيحيين التزموا بالكتاب المقدس سيبقوا ناس زي الفل انما للأسف الشديد المسيحيين كل التعاليم اللي غير في الكتاب المقدس تعاليم جرانين يعني لا تقاوموا الشر يقاوموا الشر يقول السببون لا يارسون الملكوت وهما قاعدين يسيبوا ويشتموا عادي هو ده الوحيد اللي بيطبقوا العشرين والزواني يسبقونكم الى الملكوت فيطبقوا عادي عشان كده يلاقي كهنة لمؤخزة شماليا وحاجات حلوة خالص يعني ياريت المسيحيين يلتزموا بالجانب الاخلاقي في الكتاب وعلى فكرة من باب الانصاف في عندهم جانب اخلاقي وفي عندهم نصوص كويسة جدا بس للأسف الشديد هي نصوص كويسة جدا ما بين نصوص سيئة جدا وعلم اللهوت الادبي يدرس القضايا المستحدثة التي لم تذكر ذكرا صريحا في الكتاب المقدس كمثل منع الحمل بانواعه والمسائل الناشئة عن تقدم العلوم الطبية ومشاكل ميادين التجارة والاعمال وما يموت الى العدالة الاجتماعية والاسريب الشرعية او غير الشرعية في قيادة الحروب والمسائل الاخلاقية المتعلقة بالاقتصاد الدولي يعني تحس كده ان هو المستجدد في الفتوى ففي تلك الميادين يحاول علم اللهوت الادبي تبيان المبادئ الاخلاقية في ضوء ما اورده الكتاب المقدس بحيث يتمكن المسحون من ادراك واجباتهم ومسؤوليتهم في العالم المعاصر والله لا انسى اننا برضو كنا قرأنا قبل كده في حلقات سابقة واحنا بنتكلم على القتال ما بين الاسلام والمسيحية ان جون لوري مار في تفسيره في تاريخ الكنيسة يقولك ان هم كانوا بقولوا ان المشاركة في الجندية او القتال دي وثنية عندهم وثنية يعني فعلشان كده هم عندهم لا تقاوموا الشرع عشان كده بنقول دايما محدش في الناس دي يشارك معانا في القتالات يا اخوانا والله عشان من اول الم هيقول العتاد والعدة والاعداد والمكان بتاحهم وكل حاجة تمانية علم اللهوت الرعوي يحاول علم اللهوت الرعوي ان يرى كيفية تطبيق الرسالة المسيحية بخير الطرق في تكوين جماعات مسيحية حقيقية ويعالج من هذا المنطلق الف التنشئة المسيحية والتعليم الديني باء اعلان الرسالة المسيحية جيم ارشاد المسيحين الواقعين في ازمات والمحتاجين الى التوجيه دال اساليب بناء الجماعات المسيحية ها المظاهر السوسيولوجية والانثروبولوجية في الحياة المسيحية المفترض ده عند القادة المسيحيين لان هما الرعاة اللي بيرعوا الخراف او بيرعوا الجماعة فالمفترض ان هما اللي يكون عندهم العلم بذا تسعة ميادين جديدة في علم اللهوت نشأت في عصرنا الحاضر مسائل جديدة دفعت الفكر اللهوتي في اتجاهات مستحدثة ومن ابرز تلك الميادين الثلاثة التالية الهوت الديانات لهوت الديانات يدرس العلاقة بين المسيحية والديانات الاخرى وينطلق من ان في عالمنا شعوبا تسير في سبل دونية مختلفة اليهود والمسيحون والمسلمون والبذويون والهندوس اتبع الديانات التقليدية الى اخر وهو يطرح تساؤلات من النوع التالي كيف يعمل الله في الجماعات الدينية الاخرى كيف يخلص الله تعالى اليهود والمسلمين وسواهم هل من الممكن ان يكون في الديانات الاخرى انبياء وكتب مقدسة ماذا ينبغي ان يكون موقف المسيحين من اتباع الديانات الاخرى فعلم لهوت الديانات يحول فهم الديانات الاخرى وتقويمها في ضوء الوحي المسيحي وهو بذلك يختلف عن علم الديانات المقارنة او تاريخ الوحي المسيحي او تاريخ الديانات لانه دراسة لهوتية مسيحية لما يمكن معرفته عن الديانات الاخرى من خلال التفكير المنهجي في تعليم الكتاب المقدس والتقليد المسيحي هو هنا نفع أنه علمه مقارنة الأديان بس خد بالك أنه هم لا يعترفون بأي حد من خارج وسطهم بس هو ده يعني بيحاول تجميل وترميم ما يمكن ترميمه وهل المسيحيين واليهود والمسلمين خلصانين أو سيخلصوا أو هيخشوا الملكوت يبقى ما فيش لازمة للمسيحية بتاعتك ولا ما جئ يسوعك خالص لو كانوا هيخلصوا يعني إنما لو كانوا مش هيخلصوا يبقى أنت كده ديانتك أنت منفرد بشيء عندك في الديانة بتاعتك ألباء لاهوت التحرير هذه المقاربة اللاهوتية الجديدة تنطلق في المقدمة التالية إن الله سبحانه يريد خلاص الإنسان بكليته للإنسان في بعده الروحي وحزب ويطرح أسئلة من النمط التالي ماذا يطلب الكتاب المقدس من المسيحيين الذين يواجهون حالات الظلم والقهر الكتاب المقدس بقولهم إيه هل يمكن المسيحيين وهل يجب عليهم أن يلتزموا في حركات ومنظمات لتحرير تقاوم النظم والحكومات القاهرة أنت مطالب أن إخضعوا للسلاطين الفائقة ما يكون لك رأي أو سيادة أو أي شيء تاني ما قيمة تحليل النظم والبنى الاجتماعية في تكوين الضمير المسيحي هل العنف خيار صحيح للمسيحيين ومختصر القول أن لهوت التحرير يدرس التزام المسيحيين في مسيرة التاريخ على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ولما كانت منهجيات وعلمة لهوت التحرير شبيهة في نواحي كثيرة بالتحليل الماركسي للنظم الاقتصادية فإن العديد من المسؤولين المسيحيين عارضوا الحركات والنشاطات المنبثقة من وحي لهوت التحرير ولدينا وثيقتان صادرت في عام 1984 و86 بهما حاولت الكنيسة الكاثلوكية تقويم لهوت التحرير ويمكن اختصار مضمونها على الوجه التالي وذكر الوثيقة جيم لهوت الانثقاف ينطلق لهوت الانثقاف من كون المسيحيين يجدون أنفسهم اليوم في بيئات ثقافية متعددة مختلفة بعضها عن بعض ويدرس هذا الفرع من اللهوت العلاقات بين الرسالة المسيحية والثقافة فقد اعتاد المسيحيون في الماضي ومثلهم اعتاد غير المسيحيين الرباط بين المسيحية والثقافة الأوروبية أما اليوم المسيحين والهنود والأفريق والعرب والفلبينيون وسواهم يريدون أن يحيوا حياتهم المسيحية بالطرق والأسلوب التي تناسب تقاليدهم الثقافية وعلى هذا الأساس ينصرف لهوت الانثقاف إلى دراسة المسائل الآتية وما شبهها ما هو الأساسي الجوهري في الإيمان المسيحي وما هو العرض؟ هل هو مجرد التعبير أو التطور الثقافي أو التاريخي عندما يفكر المسيحون من مختلف البيئات في إيمانهم فما هي الرؤى الجديدة التي يرتقونها ومن شأنها إثراء الجماعة المسيحية بأسرها؟ ما هي العلاقة بين الكنيسة المحلية الوطنية والجماعة المسيحية الشاملة؟ كيف تواجه الرسالة المسيحية كل ثقافة بمفردها وخصوصيتها؟ ما هي القيم التقليدية والثقافية التي تثبتها؟ وما هي التي ينبغي لها أن تقاومها وتنبذها؟ يعني بص التأقلم عاوز يقول لك التأقلم في البيئات فانت مسيحي عربي ففي حاجات بيعملها العرب كويسة خدها منهم والحاجات السيئة يبعد عنها كذلك الأوروبيين فيهم حاجات كويسة وفيهم حاجات وحشة فهو عاوز يقول لك التأقلم يعني التأقلم مع البيئة ومع التطور اللي بيحصل كده احنا خلصنا مجموعات الأقسام اللهوت في المسيحية أو في العقائد المسيحية عمتا دخل على بيئة الفلسفة واللي بها هنختم الكتاب ان شاء الله وانت تبقى أكمل قراءتك براحتك أنا بس واخد منها اقتباسات معلم عليها واجيب لك اقتباسات كمان تعضد اللي موجود هنا وخلاص بإذن الله يبقى كده أن هنا الكتاب بفضل الله عز وجل في الصفحة 120 في الفلسفة أولى لقاءات المسيحية والفلسفة قال لك أول اللقاءات التي تمت بين المسيحيين والفلسفة اليونانية لم تكن على كثير من الإيجابية فقد روى سفر أعمال الرسل أن بوليس كرز في أثينا وجادل فيها الفلسفة الأبقريين والرواقيين يبقى أول صدام عندنا في المسيحية بالفلسفة كان على إيد بوليس بوليس اللي ما شافش المسيح بوليس اللي ما تعلمش الديانة الصحيحة من المسيح ولا الكلام ده بس هو خاد بعض العبارات من التلاميذ وبعد كده إيه اللي بقى على التلاميذ وكده فدي أول لقطة وأول لقاء ما بين الفلسفة والعقائد المسيحية في الصفحة 121 بيقول وكان المسيحيون الأوائل ينظرون إلى الفلسفة اليونانية بعين الحذر وفي بعض الأحيان ينبذونها نبذا مطلقا ذلك بأنهم اعتبروا أن هذه الفلسفة وديانة اليونانين الوثنية سيان ورأوا أن الفلسفة ليست إلا التعبير الفكري عن النظر الوثنية إلى العالم ومن ثم شعروا بأن ليس لهم ما يتعلمونه من العلوم الفلسفية اليونانية وهي عداوة الإيمان بالله الكلام ده لما تجي تبصوا وتقارن على ما تطور وحصل اتحاد ما بين الفلسفة وبين العقائد المسيحية واختيار المصطلحات اللي شرحوا بها الإيمان المسيحي ونشر المسيحية تجد الكلام ده غلط ما فيش حد عارضوا إلى الكلام ده ده هم دخلوا لما دخلوا أصلا كانوا دخلين بالفلسفات اليونانية معاهم وطوعوا الديانة ليها وهجب لك أنا الآن المرجع كلها في الصفحة 122 في أول الصفحة فيه بيقول الإسكندرية المكان الذي بدأ فيه المسيحيون استعمال مفردات الفلسفة اليونانية ومفاهيمها للتعبير عن التعليم المسيحية يبقى فيه المكان اللي بدأ فيه المسج ما بين الفلسفة اليونانية والتعليم المسيحية والعقائد كان فيه في الإسكندرية في مدرسة الإسكندرية في أسفل الصفحة بيقول إن إكليمندس وأوريجانوس هما الحاملان الأعظمان للواء الأفلاطونية الخالصة في المسيحية الأولى يعني الناس دول أو الشخصين دول أوريجانوس وإكليمندس هما أشهر اتنين دخلوا الفلسفات وطوعوا المصطلحات الفلسفية اليونانية في الديانة المسيحية وكان نجي معانا في موسوعة المعجم الأديان إن مصطلح مثلا اللهوت كان أنشأوا أوريجانوس مع يوسبيوس القيصر وطوعوه وبقى عندهم كلمة اللهوت على نفس الناس قيانا في الصفحة المقابلة في صفحة 123 بيقول أسفل الصفحة خلف أغسطين الكثير من الكتابات الظل يكتب طوال السنين الثلاث والأربعين التي عاشها بعد ذلك وهو يعد أعظم المفكرين مسحين وأبلغهم أثرا في تاريخ المسيحي الكنيسة ولئين اعتبر المسيحون أغسطينوس لهوتيا قبل كل اعتبار آخر إلا أنه انصرف أيضا إلى الكتابات الفلسفية وصار على نهج الأفلاطونية المحدثة وصبغه بالصبغة المسيحية يعني أغسطينوس ده اللي هو أعظم الآباء عند الكاثوليك وعند الأرثوزوكس برضو بس الأرثوزوكس بيتحفزوا عليه لأنه بيخالفهم في بعض أمور وبيقطعوا فيه وبيقولوا أنه حرام الكمثرة بس ده مش قصتنا نبقى نعرضها في حلقة تانية ان شاء الله المهم أنه برضو أغسطينوس اللي هو أعظم الآباء عند الكاثوليك في القرن الخامس ده رجل برضو استعمل الفلسفة وهضمها ومجها في المسيحيين فطوع المسيحية للفلسفة كذلك في الصفحة 124 بيقول أما الفيلسوف الثاني فهو ديونيسيوس الملقب بالأريوباجي فقد فاق أغسطينوس وبويتيوس في محاولته الدمج المنهاجي بين الأفلاطونية المحدثة والمسيحية يعني ده واحد كمان هو اللي هو ديونيسيوس فاق أغسطينوس في دمج العقائد الفلسفية في المسيحية فناس زي الفل أنا بقولك دول ناس زي الفل جابوا الفلسفة اليونانية طوعوها على المسيحية ونشروها وبقت هي دي المسيحية تعليم المسيح فين كل سنة وانت طيب تعليم تلميذ المسيح فين كل سنة وانت طيب فالفلسفة هي اللي طغط وهي اللي بتحكم لذلك كل ما تيجي تكلمهم عن أي مصطلح هل هو موجود في الكتاب يقولك مش موجود في الكتاب طيب انت جبتوا منين الآباء طيب بناءا عن ايه لا المسيح شافوا ولا عرفوا ولا تلميذ المسيح شافوا ولا عرفوا إلى 300 سنة بعد 300 سنة عقائد ما قبل نقية غير عقائد ما بعد نقية طيب المصطلحات دي اللي قابلكم هو كده المصطلحات اللي احنا بنشرح بها الإيمان دي هي اللي صح طيب واللي ماتوا قبل ما يعرفوا شرح الإيمان الصحيح ده خلاص بقى يغروف ستين ده هم خلصانين خلصانين من أمنوا واعتمد خلص إنما بحد ييجي بعد كده ويعترض لا المصطلحات بتاعتهم دي هي الأساس في آخر الصفحة بيقول قال ديونيسيوس بأن هدف الحياة المسيحية هو الاتحاد في الصميم مع الله بوسطة تقليه الإنسان بالتدريج بتكلم عن عقائد تقليه الإنسان وكنا عملا عنها حلقة ورجعها في القناة ويتم ذلك في عملية عدم التعرف إذ يترك المرء جانبا تلمس الحواس ثم تفكير العقل إلى أن تستنير نفسه بشعاع من نعمة الله كلام بقى يعني عاوز يقولك أنت تقعد في قوضة ظلمة كده وتقعد تتفكر كده دماغك هيننور كلام فارغ كلام فاضي يعني بقول وقد غدت كتاباته هذا الفيلسوف المجهول الدليل للمتصوفين المسيحين لا بل عدت أول خلاصة جامعة لعلم اللهوة الفلسفة المسيحة اللي هو مين ديونيسيوس المجهول اللي برضو جاب الفلسفة اليونانية ودخلها المسيحية والمسيحين بيمشوا وراهم عادي خالص آخر اقتباسين معنا في الكتاب إن شاء الله في صفحة 126 و127 126 بيقول أما عصر الفلسفة المدرسية الذهبي فقد بدأ من أنسلم أسقف كينتربري سنة 1109 وقد أوضح هذا المفكر هدفه على النحو التالي إني أؤمن بأني أستطيع الفهم أي إنه يجب على المؤمن أن يجتهد في أن يفهم ما يؤمن به وآثر أن سلم الدفاع عن تعليم المسيحية بالاستناد إلى العقل على الرجوع إلى الكتاب المقدس وكان أول المدرسيين في القول بالبرهان الانتولوجي لإثبات وجود الله ده برضو عصرها الفلسفة كان في ألفه مياوي كذلك في أسفل الصفحة بيقوله على خطأ آخر نقلت إلى اللاتينية مؤلفات المسلمين في الميادين العلمية كالطب والفلك والرياضيات وانتشرت انتشارا واسعا وباتت مصنفاته ابن سينة وجابر والرازي مراجع أساسية اعتمدها المسيحون في أوروبا طوال القرون خدوا مننا وسرق علمنا وطوروها وبقى هم المتقدمين وقولك المسلمين هم اللي بيأخذوا منهم يا بجحتك ما انت لسه معتارفة هوة ان احنا اللي بدأنا العلوم وانتو خدتوها مننا لا يعني عمتا فكده احنا كده خلصنا الكتاب انت كمل القراءة براحتك في الكتاب ومسألة الصلب انا عامل سلسلة كاملة في الصلب رجاحها على القناة هتبقى متمكن جدا في مسألة الصلب ألوهية المسيح برضو عامل سلسلة ان شاء الله هكملها بإذن الله وهبدأ على طول فعل حلقات القادمة بإذن الله ان احنا ننقض بقية النصوص المهمة عندهم في ألوهية المسيح ونهدمها بإذن الله برضو كذلك ومسألة الصلب برضو لا يسعوني إلا ان اذكركم بكتاب أخونا الحبيب المهندس مجدي خلاصة الترجيح أو الترجيح الصحيح لنجاة المسيح هتلاقي موجود في القناة بتاعتنا على تيليجرام اكتب بس معوض توفيق الذهب على تيليجرام هتظهر لك القناة ادخل فيها وحمل الكتب هتلاقي فيها كتب نفع جدا سواء كانت إسلامية أو في مجال مقارنة الأدية نخش على الاقتباسات اللي بتتكلم عن الفلسفة والمسيحية ده المجمع المسكون الثاني القسطنطينية سنة 381 الأب ميشيل أبرس والأب أنطوان عرب في صفحة رقم 196 بيقول ومع الالتقاء المسيحية بالثقافة والفلسفة اليونانيتين بدأ ينشأ لهوك جديد مستندا إلى ركائز فلسفية مما أدى إلى انتشار كتابات أكثر تماسكا ومنطقا وإقناعا ومتانا يبقى لهوك الجديد بدأ إمتى لما التقت المسيحية مع الفلسفة اليونانية حلو ألو لم تكن المشكلة طوال أجيال المسيحية الأولى وبالأخص إبان العواصف والأزمات الكبرى التوحيد أي إثبات وحدنية الله إثبات الوحدنية ده مفروق منه التوحيد في الكتاب المقدس أظهر منه مفيش إذ لم يبرز أي إشكال في هذا الصدد فلم يتطرق أحد إلى هذا الموضوع بالمطلق بل كانت المعضلة الحقيقية إيه هي بقى المعضلة الحقيقية أن أنت تقول لي لا ده في سلوس آه قالك المعضلة الحقيقية والواجب حلها على مدار العصور هي مسألة التثليث وبما أن أحدا لم يشكك قط في ألوهية الآب الآب معلن أنه لنقول الله الله الآب موجود في الكتاب المقدس كان لزاما على اللاهوتيين اللاهوتيين دول اللي هما جم بعد للمسيح ولا تلميز ولا الكلام ده اللي جم بعد الأباء بقى اللاهوتيين تحديد مكانة الإبن والروح القدس وتحديد هويتهما هل هما إلهان إلى جانب الإله الواحد أم إنهما إلهان من مرتبة أدنى من الله الآب فنقول عندئذ بإله واحد وإلى جانبه إلهان مساعدان ويكون لدينا توصيف جديد لنوع جديد من الألوهة أو الألوهية أم إنهما مخلوقان فنقول إذن بإله واحد وحيد الأقنوم وإن الإبن والروح القدس هما مجرد خلائق مثلما مثل أي من الكائنات الأخرى الصادرة عن الإله الخالق حتى ولو صنف في منزلة أسمى من بقية المخلوقات أم إنهما مساويان للآب في الجوهر فنقول بإله واحد في ثلاثة أقنين لما التقت المسيحية مع الفلسفة اليونانية بدأوا يتسألوا التساؤلات وينقشوها علشان يطوعوا الإيمان الجديد التوحيد خلاص مفروق منه ومحدش يقدر ينقش فيه أو محدش جدل فيه عمتا إنما الجدال كله حول الثلوث يعني إيه ثلوث يعني إيه الأب والإبن والروح القدس هما دول مخلوقين ولا مش مخلوقين ولا هما مساويين للآب في الجوهر على أي منطق هنستند وإحنا بنرد على الأسئلة دي خش في الفلسفة وطلع بطنها وطلحها للمسيحيين وولده سر فوق العقل ولما نجنش راحها يعني أنت مش هتفهم بس يعني إحنا بنحاول نقرب لك خذ المرجع المهم ده من منشورات قسم الليتورجيا في جامعة الروح القدس الكاسلك بلبنان في التعريب الخوري يوسف ضرغام في صفحة 115 يجب أن نلاحظ أولا أنه لا يسوع ولا الأناجيل قاموا بعملية جمع للثلاثة اللي هو الثلاث أقانيم مع بعض كما أنهم لم يتكلموا عن الثالوث انزل تحت قالك ما نسميه اليوم ثالوث الأقانيم في وحدة الطبيعة الإلهية فلا وجود في الأناجيل لكلمة طبيعة وأقنوم في القرن الرابع استعارت الكنيسة هتين الكلمتين من الفلسفة لتوضيح قاعدة الإيمان وتصنع إيزاء غموض ورفض الأرتقاط يبقى المصطلحات دي جابوها من الفلسفات اليونانية عشان يشرحوا بها الإيمان المسيحي لأن دي مصطلحات جديدة ووافدة على المسيحية ما كانتش موجودة أصلا عند اللي قابلوهم كذلك في مجمع القسطنطينية المجمع المسكون الثاني القسطنطينية برضو قالك ولما لم يُعثر على الجواب الكافي الشافي في الكتاب المقدس لجأ الجميع إلى الفلسفة اليونانية والطيارات الفلسفية والدينية المختلفة في محاولتهم شرح القضايا اللهوتية وحاول كل طرف على مزاجه وبحسب نظرته الفلسفية أن يفسر ذلك وبنية سليمة في أغلب الأحيان تحت قالك ولما لم يكن ثم تمرجع لاهوت عقائدي وشرح كنسي واضح ومفصل اعتبر كل منهم أن النظريات هي الأصح كل واحد يجيب أي كلام يقول لك أنا اللي صح والباقي غلط الكتاب اللي بعد كده كتاب جوناثان هيل التاريخ الفكر المسيحي ترجمة سليم اسكندر صفحة اتناشر بقول الفلسفة اليونانية لقد كان الظهور الأول للمسيحية كتطور لليهودية ده أول وجه بعد كده ومع تنامي المسيحية كان عليها التواصل إلى تفاهم مع الديانات والحركات الفكرية في العالم الخارجي وهو ما قامت به منذ ذلك الحين فخلال تلك القرون الأولى قام اللاهوتيون بتقييم هذه الحركات المنافسة محاولين تأسيس مكان لإيمانهم الخاص وسط هذه الفلسفات فهل يجب عليهم معارضة أي شيء غير مسيحي بشدة أم محاولة الاطلاع بأفضل أفكار منافسهم الفلسفة الحركة التي كان لديها أكبر تأثير على المسيحية الأولى هو المدارس الفلسفية اليونانية بعد كده قال لقد تناولت الفلسفة في ذلك الوقت قضايا مرتبطة اليوم بالعلوم طبيعة العالم ما هي تمدته من أين جاء وتناولت أيضا ما قد نعتبره قضايا دينية ووجود وطبيعة الله وطبيعة الروح الحياة ما بعد الموت المعاناة والخلاص بعد كده بقول إنها لم تكن فقط تدريبات فكرية لقد كانت أسلوب حياة وبعد كده تحت بقول المسيحيين اعتبروا عقيدتهم كمدرسة فلسفية منافسة وتحت أم متكلم على الأفلاطونية لربما كانت الأفلاطونية هي الأهم بالنسبة للمسيحيين فقد ظهرت الأفلاطونية كتطور لفكرة أفلاطون الفيلسوف العظيم الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد وعندنا هنا برضو دكتاب أرسوزوكسي دراسات في علم الآباء أعداد القمس مينا ونيس ميخايل في صفحة رقم 4 بيقول الأثر الثقافي عند الآباء هناك من تربى في بيئة فلسفية حكمت كتاباته مثل يوستينوس وإثينغورس ومن تربى في مدارس لهوتية مثل مدارس الإسكندرية وأنطاكيا وقد تأثر هؤلاء الأباء بالفكر الفلسفي لهذه المدارس وطوعوه لخدمة قضية الإيمان وعبروا بلغة عصرهم عما جاء في كتاباتهم نفس الكلام بيأكده الأنباغورغوريوس في موسوعته في الدراسات الفلسفية وحط لك الاقتباسين هذا الاقتباس الأول من صفحة 49 بيقول كما نبتت الحاجة إلى تعريف العقيدة تعريفا أكثر وضوحا لمجابهة الأرتقاط ولهذا بسطت حقائق الوحي الأصلية في صورة أكثر جلاء أو في صورة متطورة بمعنى أن ما هو غامض في هذه الحقائق صار واضحا فمنذ البداية قبل المسيحيون مثلا هذه الحقيقة أن المسيح هو الإله المتأنس ولكن لم تصر نضامين هذه الحقيقة واضحة ولم تدخل في نطاق التحديدات اللاهوتية إلا مع مرور الأيام يعني كلام ده تتدرج والناس ما كانتش تعرف قال له بعد كده من الغموض إلى الوضوح تقدم أدركه علم اللاهوت وبعد كده قال له هناك مقولات ومدركات استعيرت من الفلسفة واستخدمت في عملية البرهنة وفي التعريفات اللاهوتية زي ما احنا قلنا من شوية وبعد كده قال له وهي مشتقة من الفلسفة الأفلاطونية ومشعبة بعناصر أخرى وتأثر بها الكتاب المسيحون الأوال وبعد كده أن التقليد الأفلاطوني ظل زمنا طويلا مسيطرا على الفكر المسيحي من وجه النظر الفلسفية وبعد كده بيقول إن اجتملت على عناصر فلسفية بالمعنى الدقيق وأسفل الصفحة بيقول يرى إكليمندس الإسكنداري أن الفلسفة عطية من الله يعني الوثنية والفلسفة اللي هم جابوا منها ده كانت عطية من الله وفي الصفحة 50 بيقول هكذا حاول إكليمندس أن يوافق بين الفلسفة اليونانية والديانة المسيحية ولا شك أن اتجاه إكليمندس الإسكنداري لا اتجاه ترتليانوس هو الذي فاز في النهاية ومن ذلك ما نشاهدهم مثلا عند القدس أغسطينوس الذي انتفع كثيرا بالأفكار الأفلاطونية الجديدة في نظراته إلى الكون وتحت أمثال أريستيديس ويستينوس وميليتو وتاتيانوس وأثناغورس وثوفيلوس الأنطاقي كل دول الناس من المدرسة الفلسفية يبقى أنت كده تعرفت على أن العقيدة المسيحية لم تنتشر إلا مع مزجها ومخالطتها للفلسفة اليونانية لأن الحكم على الأرض الواقع والمحتل كان المحتل الروماني ففلسفة اليونانية ديت أتحت لهم أن هم يخشوا يبشروا جواهم بأمور جديدة فكان لازم يستخدموا منها مصطلحات فينشروها وجابوا بقى المصطلحات دي بالأفكار بتاعتها وطبقوها على السيد المسيح وطبقوها على الكتاب المقدس والعقائد فخرجوا بالكوكتيل اللي انت شايفوا إيه الآن عقائد مش موجودة في الكتاب عقائد هي من اختراع الآباء اللي المسيح عليه السلام حذر منها في الكتاب المقدس في إنجل موروس مثلا سبعة سبعة وهو بيقول وهو بيقتبس من سفر إشعية ردا على الفلسيين وَبَطِلًا يَعْبُدُونَنِي وَهُمْ يُعَلِّمُونَ تَعَلِيمُهِ يَوَصَيَّ الْنَاسِ يعني بيعظموا تعاليم الأباء والرهبان أكثر من تعظمهم كلام الإله وفي نفس الإصحاح السابع من إنجل موروس بس العدد 13 يقول مبطلين كلام الله بتقليدكم يعني انتوا عدتوا بتسيبوا كلام الإله وتهتموا بالتقليد الناس خلاص يعني كلام الناس أفضل من كلام الإله عندكم كذلك بوليس الرسول اللي عنده محرف المسيحية يعني كان عنده بعض التحفزات على مش مش تاخدها كده بسلطاتها ببابا غنوبها قالك إيه انظروا قال لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة بغرور براطل حسب أركان العالم حسب تقليد الناس وليس حسب المسيح يعني أهم حاجة عندنا الكلام بتاع المسيح مش كلام تقليد الناس والكلام ده فهم نسوا وصايا المسيح اللي حذرت من هذا الأمر ويخدوا الايه خدوا المعتقدات الفزدة من الديانة الفلسفة اليونانية وخدوا بقى معاها بقى شوية ايه وثنيات زي الثالوث اللي كان موجود عند القدماء المصريين وغيرها وغيرها زي ما بيقول ميخايل مينا وغيره من الكتاب المسيحيين بكده تكون سلسلتنا انتهت أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجه الكريم وأن ينفع بيها المسلم الباحث في مجال مقارنة الأديان الذي يريد دراسة المسيحية وأن ينفع بها غير المسلم من المسيحيين أن نكون فتحنا لهم أبواب الفكر والتفكير وأنهم يروا الحق ويطيعوا الحق أينما كان دعك من شخصي وشدتي وانظر في أدلتي هذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضيل فما كان من توفيق فمن الرب الجليل وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأستغفر الله في كل قيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسوش تنشروا حلقات هذه السلسلة بين المهتمين في مجال مقارنة الأديان جزاكم الله خيرا